وفيما يقص إعلاننا لدت أمس عن البالون بلون الشجسس فليس لدي معلومات جديدة لأقدمها ولكن أقول لكم بأن القيادة الجوية لا تزال تراقب ذلك من كثب بينما طبعا لا نتحدث عن المكان ولكن البالون يستمر في تحرك نحو الشرق والآن هو في وسط الولايات المتحدة والآن نقدر بأنه لا يشكل أي تهديد عسكري للناس على الأرض ولا نزال نراقب ونقيم الخيارات وأخيرا الوزير أوستن سيعقد اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء الأسترالي والوزير يتطلع لتحديث عن التعاون العسكري بين البلدين وأيضا الجهود في منطقة المحيط الهادئ وطبعا هذا يكون على موقعنا والآن يمكن أن نتحرك ونأخذ بعض الأسئلة إذا أردتم شكرا الصين قالت إن هذا كان فقط بالون أو منطادا للطقس لماذا أنتم مقتنعون بأن هذا بالون للتجسس وهل يمكن أن تعطون شيئا بشأن أنتم قلتم إنه في وسط الولايات المتحدة هل لديكم الموقع في أي ولاية الناس يحاولون تصويره؟ حسنا قبل كل شيء نحن ندرك بما قاله الصينيون ولكن نحن نعلم بأنه بالون مراقبة ولا أذكر تفاصيل أكثر ولكن نعلم بأن البالون قد انتهك الفضاء الأمريكي وطبعا هذا غير مقبول ونحن نقلنا هذا طبعا إلى جمهورية الصين الشعبية على عدة مستويات أما فيما يخص الموقع فلن أعطيك تفاصيل ولكن نقول إنه يتحرك نحو الشرق لديك سؤال آخر؟ الناس بدأوا يرون البالون فهل لديكم أي مثلا نصائح تسدونها لهم؟ البالون الآن قيم بأنه على بعد ستين ألف قدم إذن هو فوق مستوى مثلا الطيران التجاري فهو لا يشكل خطر نحن ندرك بأن هناك مدنيين يمكن أن طبعا يراقبوا هذا البالون ولكن أقول بأن هذا نحن نراقبه ونقدر الآن كما قلت بأنه لا يشكل تهديدا ماديا للناس على الأرض من يسيطر على هذا البالون؟ نحن نعرف بأن هذا البالون صيني ولكن لن أجيب أكثر قلت إنه يتحرك نحو الشرق وإنه فوق الأرض إنه ليس فوق مونتانا هل الحكومة الصينية مثلا تسيطر على أو تتحكم به؟ أم أنه يتحرك مع الرياح؟ أنا لن أعطيك أي معلومات استخباراتية الآن نحن نعلم أن هذا البالون صيني وبأن لديه القدرة على تحرك ولكن أقول هذا فقط هل إذا كان فوق المياه ستسقطونه؟ نحن كما قلت نراقب الوضع من كثب وننظر في الخيارات ولكن لن أضيف أكثر سريعا عن البالون هل يمكن أن تؤكد الصور التي هي موجودة؟ هل هذه هي صور البالون؟ نعم نحن ندرك بأن هناك صورا نشرت على المواقع وغيرها ولكن أنا لا أقول أو أؤكد من أين أثرتك الصور ولكن أقول لكم إن الحكومة الأمريكية تراقب هذا من كثب وسنستمر هل كان الرئيس قريبا لأن يصدر أمرا بإسقاط البالون؟ لن أخوذ في المحادثات داخل البيت الأبيض الآن كما قلت نقيم أو قيمنا بأنه ليس هناك تهديد مادي على الأرض ونحن نزال كما قلت نراقب ونتوقف هنا لدي سؤالا كرد على الوزير أوستن حين قال إن الولايات المتحدة وتعليقها عن كوريا الجنوبية الكوريا الجنوبية طبعا إذا كانت قد شهدت مثلا استفزازا أكبر في المستقبل فماذا ستردون؟ هذا ليس مفاجئا لأن كوريا الشمالية طبعا دائما تطلق تصريحات ولكن نحن نركز على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي إذن الوزير أوستن أكد على حلفنا وقوة علاقتنا مع كوريا الجنوبية وهذا يبقى تركيزنا إذن نحن نعمل مع كوريا الجنوبية والدول الأخرى لردع العدوان ولضمان أن تكون المنطقة مفتوحة للجميع كوريا الجنوبية أعلنت بأنه كانت قد تم تجربة صاروخ باليستي برأس نووي هل هذا كدفاع ضد كوريا الشمالية؟ كيف؟ لم أفهم سؤالك كوريا الجنوبية أعلنت بأنها ستختبر صاروخا عظيما باليستيا عظيما قادرا على حمل رأس نووي لا ليس لدي أي شيء ربما تسألين هذا السؤال لحكومة كوريا الجنوبية